في خطوة من شأنها الحفاظ على نظافة شوارع وأحياء العاصمة خلال أيام العيد الأضحى المبارك وضعت مؤسسة إكسترانات مخططاً خاصاً بولاية الجزائر عبر تجنيد حوالي خمسة ألاف عامل تجنباً لتراكم الفضلات ومخلفات عملية نحر طهر بن زينة تطهير شوارع العاصمة من مخلفات نحر الأضاحي تحدي نرفعه عمال شركة إكسترانات خلال عيد الأضحى المبارك هو حال عبدالقادر أحد المنتسبين إلى هذه المؤسسة والذي باشر عمله منذ ساعات الصباح الأولى بدل قضاء يوم العيد في أحضان الأسرة تجنيد الباكر هذا لجل دقائبك الفضلات هذه ومتع الكباش وهي وضرها دوت قسم سخانة على باك شيء يريحه ومش يمليحان وانطوطاني على دراري صغر لازم دوك كيفاش نحفظه على البيئة هذه ولأن عملية التنظيف تقفض تكاثف الجهود المواطنون من جانبهم ثمن العمل الكبير الذي يقوم به عمال النظافة خلال العيد عبر التجند بإبقاء الأحياء نظيفة رغم الكم الهائل للنفايات هذه الأحياء التي تشوفها على بعد النظر تلقى لحالة نقية هذا يدل على عمال نظافة تلقى إكسترانات أراهم وقفين الحفاظ على نظافة الأحياء والشوارع على مدار السنة والتي تتركز أكثر خلال المناسبات هو رهان مؤسسة إكسترانات يشدد القائمون عليها جمع النفايات الأحياء ستبدأ اليوم على 13 والدوم حتى طرواز يمجور يعني من حبسوش بدون انقطع هم رجال نلتزم بالقيام بدورهم على أكمل وجه عبر صهرهم على سلامة البيئة والمواطن من تبعات انتشار النفايات وانعكاساتها على صحة الفرد وضحين بالأجواء العائلية المتميزة فيها كذا مناسبات وللحديث عن هذا الموضوع أسعد باستطابة السيد كاريبو ثلجة رئيس دائرة الدراسات لتطوير وتكنولوجيات أنظمة الإعلام إكسترانات أهلا بك سيدي أهلا بكم عيدكم مبارك وعيد مبارك لكل أمة الجزائرية والأمة الإسلامية شكرا وأسعد باستضافة أيضا سيد محمد نصر الدين رئيس وحدة حسين داي لمؤسسة ناتكوم لنضافة أهلا بك سيدي أهلا بك أشكرك للاستضافة وعيد مبارك لكل تقم التقنية لقناة النهار عيدكم مبروك إذن بداية نتحدث ربما بشأن الخاص نتحدث عن عيد الأضحى والمهام التي وجهت لكم من أجل تنظيف المناطق التي مارسوا فيها المواطنين عملية النحر الأضاحي أبدأ معك سيد نصر الدين بوحدة حسين داي كانت لكم وكان لكم عمل جبار قمتم به من أجل ربما تنظيف هذه الأماكن أولاً مؤسسة ناتكوم غنيت عن التعريف غنيت عن التعريف بوجودها مدة عشرين سنة ففيما يخص تدخلات لعشية ضحية العيد الأضحى إن شاء الله قمنا كل بالتدابير كل التزامات من شحينة من عمال لتفادي كل النفايات لرفع النفايات فقمنا بعشية ليلة العيد نحن نعفل عائلة جزائرية فيهم عادة مثل عيد الصغير أو عيد الفطر أو رمضان المبارك كل ما يوجد في البيت من نفايات يخرج فاتفاجأنا نحن في الوزن في الكمية الموجودة ليلة ليلة عيد الأضحى فعملنا بدون قطع من ثمنة مساء إلى غاية الخمسة صباح لتفادي الكل لكي يكون لدينا مورونة وسهولة في يوم العيد ليرفح كل القمامات هذه سيد كريم بوثلجة سؤال مواجهة لك ربما شاهدنا الآن تقرير حول إكسترانات والعمل الذي قامت به كنتم بعمل جبار وفرتم عتاد من أجل تنظيف هذه المناطق فعلا مؤسسة إكسترانات هي مؤسسة حديثة على كل حال هي الأخت الصغراء التي نحب أن نقولها للمؤسسة ناتكوم على مستوى العاصمة نغطي 31 بلدية من العاصمة يمثل 81% من المحيط للعاصمة شيء كبير بنسبة سكان توصل إلى حتى 200 ألف ساكن ميات كبيرة من النفايات في الأيام العادية عندنا كميات تتراوح من 1200 حتى 1400 طن نرفعها يوميا في المناسبات في المناسبات كشهر رمضان مثلا كما قال الأخ في ناتكوم شهر رمضان العيد الصغير العيد الكبير عشورة المناسبات مختصة بالأسرة الجزائرية هناك كمية إضافية وهذه الكميات كنا في الحقيقة كنا محضنين لها وعندنا التجربة صغيرة اللي خذيناها كنا دلنا دراسات بما أني مكلف بدائرة الدراسات والتطوير إلى غير ذلك عمنا دراسات ونقوم بدراسات بنك معلومات حديث في الجزائر بدينا نمر الإحترافية بدينا نخرج ما هي القيمة ما هو لغاسيو دولارجيروة جينيرو ديشي بغجوخ في المناسبات هذه جحلة هي كميات اللي رح ينتجها العاصمي فلذلك لازم نحضر نفسنا ما هو المسائل المادية اللي لازم نحطها يعني الوسائل العمل الشاحنات وما هو اليد العامل اللي لازم تكون فحضرنا نفسنا لأننا كنا عارفين بالكمية النفاية اللي رح تكون في الأيام تعالعيد هادو رح توصل لألفين طن أو تفوت قليل ألفين طن يوميا خاصة تلت أيام الأولى فلذلك سخرنا أكثر من ثلثمائة وخمسين شاحنات ثلثمائة وخمسين شاحنات فيها أكثر من مئتين وسبعة وستين شاحنات للشاحنات الدكاكة نعم رننمر للدكاكة لأنه رننمر للإسكونات للمودرنزازيون دولا جستيون ديشي بدنا ندخلوا في التطور لازم نتماشى مع الدول المتقدمة وضعنا الحاويات وضعنا حاويات مفتوحة لأنه كالنوعية من النفايات اللي رح تكون مثل الهيدورة كما نقول عميئة بالعموم الأعلاف اللي تبقى على الأرصيفة واللي رح تبقى في البيوت ليلة العيد اللي رح تخرجها ربة البيت رح تخرج اللي بقى لها كأعلاف تعال الخروف اللي كان على مستوى الباكو باش تخلي بي ساحة اللي رح تعمل بيها قدو ان شاء الله تنقي وتتجهز نفسها فلذلك كان لازم يومين مقبل للعيد كان لازم نكتف من عملية رفع النفايات كما قاموا أخواتنا يعني الإخوان في مؤسسة ناتكم زدنا زدنا ركزنا أكثر ليلة العيد نعم خدمنا حتى لساعة الأولى من الصباح خلينا ساعتين إذا ساعات الناس تدير تضحي تضحي لأضحي نتاحها وعارفين باللي على حوالي العشرة والنصف حدي عشر رح تبدأ تخرج النفايات فكان لازم نوجد العمان تاعنا باش يكونوا واجدين على عشر ونصف الحداش والشاحنة تكون مهيئة كذلك لازم يندار برنامج لتفادي أي عطل في المستوى الشاحنات لأنه إذا ما لديك شاحنة لا تستطيع ترفع النفايات لازم برنامج صيانة لحية الشاحنة هذه لازم توجد لتحدث في عطل يعني تختم إجراءات وقائية واحترازية طيب نتحدث ربما عن عمل النظافة أو مشكلة النظافة في الجزائر بصفة عامة ولا تحدث فقط عن مواسم كرمضان العيد الفطر وعيد الأضحاء المبارك للأسف أصبحت مشكلة تنظيف البيئة والمحيط لدى الجزائريين من المستحيلات السبعين أم كالقول فإنما تولي وجهك ربما في الأحياء وتجمعات السكانية ربما ترى قمامات مبعثرة في كل الأماكن وربما مناظر يعتبرها بعض المواطنين أنها مقرفة في نظرك سيد نصر الدين أين الخلل؟ أنا موافق تماما معك هذا السؤال على أول مؤسسة الناتكوم تعمل بدون قطاع ما عندناش مليموم ما عندناش حتى أدنى لأننا لم تدرسنا في نفس الإمكانيات كل المجهود في الميدان ولكن لاحظنا لاحظنا الأوينة الأخيرة أو من قبل بأن يدموا سعادة من طرف المواطن مكانش قوموا يرفحوا قمامات في صباح وعدنا دوريات في المساء ولكن تروح ساعة من بعد كأنه لم نفعل شيء هذا هو الشيء اللي خلنا نحن نستغربه المواطن ربما مع الكاشية متحسيسية باش نحسسوه مكانش ربما معاقبة نحن نتاح لم يتحسي المواطن لاحظنا الكنس مكانيك الكنس اليدوي يعمل بدون القطاع بدون القطاع والكس المواطن رمي عشوائي طول النخر هذو الأسباب يعني جعلنا لخلينا والذن نعمل بدون القطاع يعني والذن حق لين ندير المواطن سيد كاريم بوتلجة ربما انعدام الحس المدني أو انعدام الثقافة ثقافة النظافة في الدولة وفي الشعب سوء تسيير خدمات ربما في مجال النظافة وانعدام الإرادة السياسية وثقافة لمبالات ربما هي الأخرى من العوام التي يعتبرها طبقة من الجزائريين أنها هي المشكل الأساسي لتفاقم هذا الوضع تعليقكم هو في الحقيقة نرجع بقليل إلى الوراء باش نكونوا في الصورة ونكونوا واضحين نرجع قليل إلى الوراء أن الجزائر كانت تنقية والناس كانت تشهد بأن الجزائر كانت تنقية بما فيها العاصمة كانت من أنقى الدول في العالم واش هو الشيء اللي خل الجزائر أصبحت بالهذا الشيء اللي رأى فيه ما نكذبوش على نفسنا كانت مرحلة جوزتها للجزائر مرحلة صعبة صعبة جدا الحمد لله الحمد لله أنو ما زلنا واقفين وما زلت الجزائر واقفة وما زلنا نعملو باش نرجعو الكثير من المتلافة دون مرحلة جدا لم يكن لدينا أيضا نحن نقول أن هذه الأشياء التي جوزناها العشر سنوات التي جوزناها كان لأخذنا العاصمة كمثل كان لدينا العاصمة كمثل الناس الذين هربت من العنف وهربت كذا لكي دخلت للعاصمة يعني هذا السكان كان سعد في وقت قصير بصفة كبيرة خرجت بنايتها فوضوية الحمد لله الآن ستذهب للبنات الفوضوية سنعود للمدينة النقية والمدينة المتطورة الحمد لله هذه البيوت الفوضوية ستكون آلاف من البيوت الفوضوية يعني ستكون فيها ملايين الأفراد هذه ملايين الأفراد كانت تتخرج فضلات التي كانت الناس مقبل دائرة برنامج تعامل وسائل تعامل في وقت قصير أصبح كمية أخرى والوسائل التي كانت تلجز مرحلة صعبة ما قدرناش نقتانيه وربما حتى البلديات المنطقة اللي رانا نسير فيها كانت البلديات يتقوم برفع النفايات البلد كانت متجاوزتها الأمور ما قدرش تسير أمورها وكان العمل العشوائي خاصة على مستوى البلديات فبعد خروج إكسترانات وإذا تكلمنا في إعلاناتكم رح نمر للاحترافية بدأت تخرج مؤسسات مختصة في هذا المجال الآن رح ننضارك في البتغوطاخ هذه الكميات الإضافية اللي كانت ما كانتش الناس مسطرت لها البرنامج نتاحه الآن رح ننضيره التستير رح ننضيره العمل العلمي الآن رح عندنا منك معلومات نعرف الجزائري كيف حال كمبيان جينيخ دو ديشي شحال جزائري رح ينتج في فصل الشتاء شحال ينتج في فصل الصيف نوعية الأكل للجزائري ما هيش نفسها بين الصيف و الشتاء الخضراوات اللي تجدها في الصيف ما هيش نفسها اللي في الشتاء الدلاء ما تешь jedemش في شتاء ت Chocta ت eigenlijk 할reon الدلاء يزيد من كمية النفاية ويزيد من طناج تتاقة كمية إضافة إلى ذلك أنه ما نكذبش على نفسنا وكانت لو أن nighttime تم anlamأ recovery لا مettle كء بايا ihnen ولد شكل خطر ولد مصدر لانسيكوريتي لازم نحيها من طرقات لأنه ولد فيها مشاكل الآن رامي تعودون لي الكوبية بابيرا منعودون لقاوهم في الطرقات معل المواطن إلا أنه يوضع القارورة تأول داخل هذه السلة رامي رجع لباكة أورجيخ دو كارنار الباكة غالفانيزي ونورم انترنسيونال رامي رجع لباكة بلاستيك ونورم انترنسيونال إلا أنه ما زال الآن التنمية المحلية على مستوى البلدية الناس اللي راه يدوكها تعمل في الزامناجم الابيابيليزازيون للفور بيبليك نقول لهم باللي لتخطواخ رام شوية عالين على العجلات تالي باكة لما العامل يجي يحبط لباك يخبط الشوك في المستوى الطريق راه يكسرنا لباك هذا نحن نقول للمسؤولين والمهندسين المعمريين مهندسين تالجيني سيفيل خوضوا بعين اعتبار لزاليفاسيون تالي تخطواخ خموا على ذوي الاحتياجات الخاصة المعوقين لغير ذلك وخموا على اللي باكة نتوعنا كي نحبطوه نقدر نحطوه ونقدر نرفوه السيكريم أبو تلجا ربما ما صرحت به شيء جميل هو عمل جبار تقوم به هذه المؤسسات مؤسسات النظافة من أجل تطهير هذه المساحات والأحياء مناء الأوساخ طيب لأن هناك المواطن الجزائري يحمل مؤسسات تنظيف سيد نصر الدين المشكل ويتهمكم بعدم الإتقان في عملكم من يتحمل المسؤولية اليوم يا تارى هل المؤسسة تنظيف أم البلدية أم المواطن في حذاته شوف كلنا ملزمون وكلنا مسؤولين على النظافة سواء من طرف البلدية أو من طرف المواطن أو من طرف المؤسسة نعمل تدخلتنا يعني نتقنه بكل فعالية في الميدان قلتك راجع شيء راجعه توعية للمواطن البلدية أنا معها بالتنسيق والحمد لله يعني كاتف لكاتف تدخلت شرطة عمران يعني كل الوسائل متحق إلينا مع كل الإمكانيات وهذا الحمد لله بفضل السيد ولي ولي الجزائر يعني يعطينا كل الأمكانيات وبفضل السيد المدير العام مؤسسة الناتكوم صاهر على المؤسسة هذه ليلة النهار لكي يعني يكون المواطن يعني في راحة أما يبقى يقول لك أنا لاحظت في الميدان تأي خروج من طرف بعد المراقبين عندنا مراقبين أنا أول من رئيس وحدنا أول مراقب نقرج الميدان عندي رؤوسة فروح كان على مستوى المدير العام ما فيها مراقبين مفتشين مختصين يقوموا بجوالات مراقبة يقول لكي لاحظنا لاحظنا تخص يد المساعدة من المواطن هذا شيء واضح شيء هذا لنأكدوا طيب نحن على ذراية تامة بأن العامل الجمالي للجزائر وأنها البلاد يعني بلدنا سياحية بامتجاز أطول شريط سياحي في المغرب العربي نتحدث عن بلد ربما يسخر بإمكانيات سياحية كبيرة لكن عامل النظافة يبقى هو العامل الأول من أجل جلب السواح ربما لو نعود إلى الحقبة الماضية عامل النظافة كان يقوم بوجبه على أكمل واجه يعني حقيقة بشهود ربما مواطنين عاشوا تلك الحقبة ضف على ذلك مراقبة من مسؤولي مؤسسة التنظيف لكن اليوم ربما المواطن الجزائري الذي عاش تلك الحقبة يقول أن عامل الرقابة بعد عملية التنظيف ناقص نوعا ما هناك نقص نوعا ما ربما بكل صراحة هو يعني باش نقول لك يعني باش نكون في الصورة دراساتنا المتابعتنا لاحظنا باللي أكثر من 85% نعم باش ما نقولش 85% شوية كتير أكثر من 85% من المواطنين لأنه راني مواطنين قبل ما نكون مسؤول في مؤسسة 85% من المواطنين من المواطنين ناس محترمين يحترمون النظافة يزادر في مختلف يعني الحمد لله داول نرمارك أنه يوجد من المواطنين ينقف حياهم ينقف حياهم ينقف حياهم ينقف حياهم ينقف حياهم هذه مدينتكم هذه بلادكم راح لكم عايشين فيها 60 قدر دو في يوم بلد أجنابية تقول هذه نظيفة المشكلة يبدأ من عندك حبسونا شوية دخولة سيستانة نعطيك مثلا هذا بمناسبة العيد وضعنا دي كيسان بلغول وفير دوز مترو كوب باش الناس يجيب الهيادر نتحب في أحي من الأحياء حطينا دوز مترو كوب وفير والشاحنة مش يبعد عليه يا هل ترى لما جينا سألنا المواطنين حاط الهيدوران تايون بيبداروا على 20 متر على الكيسان سألناه يا أخي هلك على 20 متر قال لك هلو الشيكري شركة تعقشرة يدين ساهم شوية يا أخي تقدم بخطوات إلا أنه لقيناها مملوء بـ 70% لحاوية هذيك بقى 30% ما تعملت ولكن شفنا بلي المواطنين بعد المواطنين نقول بعد المواطن 15% من الحي هذاك ربما أقل ما هو شي يدخل في البرنامج فلاحظنا كذلك أنه حاليا المواطن هو اللي هو يساهم في الكميونيكاسيون هو اللي هو ينبخوفيت داير الصحافة نحن نبخوفيت داير الصحافة حاليا للميديا الصحافة يتقوم بدور كبير وكبير وكبير جدا في هذا المجال ونشكركم مشكرين على العمل لكم تقوموا به لكم تساعدوا فينا وتساعدوا في عامل النظافة لأنه عامل النظافة رهي إنسان كما نحن يا أخي عنده وقات عمل عنده أبناء عنده عائلة رهي عمل عليها نحترموها شوية قلنا للناس حتى الفضلات نتاعكم لما تخرج الكيس نتاعك عرف وش تحط فيه متحش فيه سجاج متحش فيه ليس سيران قد توق يعني هذا الأمر بشكله العمومي يعني يهم الجميع نعم طيب نعود إلى سيد نصر الدين دول أوروبية ربما تحدث الآن ربما المواطن الجزائري دائما ربما يشبه بلاده ربما أنها بلاد ليست نظيفة مقارنة بدول أوروبا لمن يزور دول أوروبا بالطبع دول أوروبية معروفة بنظافتها زائر والسائح ربما لهذه البلدان أول ملاحظة يقوم بها هي النظافة طيب لكن لديهم قوانين في تلك البلدان لديهم قوانين ردعية بحق نظافة المحيط السكان والمحيط العام لماذا لا تقوم الحكومة الجزائرية وبالتنسيق مع المؤسسات التنظيف بالسن هكذا قوانين ربما قوانين ردعية تحمي هذا المحيط بالطبع وشاطير الكرار نحن رحبنا حتى نديروا أيامة تحسيسية الموت عبر الشاشات الموجودية أو عبر الصحافة المكتوبة غائبة ناقصها ناقصها تماما الحمد لله اليوم عبر يعني هذا البلاتو هذا نداء نداء لكل سلطة محلية أن تأخذ كل التدابير نعم كل التدابير فيما يخص لعلاج هذا المشكل لرمي العشوائي من طرف المواطنين ومن أي طرف يكون على أن تكون فيه قوانين ردعية عقوبات أي المهم لإرجاع يعني للمواطن للطريق صحيح كأوروبا ولا كأي دولة يعني أوروبية نتمنى وهذا هو الشغل الشاغل لسيد المدير العام نتفادى رفع القمامات في عز النهار لماذا لا؟ دلنا أيامة تحسيسية على ممنوع التدخين دلنا أيامة تحسيسية حواث مورون يعني بدون سيارة لماذا لا نعمل نديروا أيام نختاروا أي بلدية في عاشية اليوم هذك نأخذوا كل النفاية الناس يخرجوا قعبك ونديروا أيام سيدة تحسيسية اليوم هذك مكان الشاحنة تخرج أولا نحافظ مورونة المرور نحن عادنا صعبة واشترنا متعاونين معنا ولكن نعارق لساعات حرقة المرور وربما الإضافة إلى الذي يشارش بالمفرغة حوالي على ثلاثين كيلومتر وهذا الشغل شغل سيدة بودينام كيفاش نعمل نعمل ليلة النهار مدة سنة يعني كيفاش نبيله فهذا نحطه في خاند في خاند كما قلت منسي على أساس كيفاش ندير نخذ عسابة نديروا نهار النهار قال بلدية ما اليوم ما كانش نفاية في النهار عز النهار حوية فرغية الشحينات في الحضيرة للتشحيم والتخصيل وفي الليل نقوم ونعمل كل تدابير عادنا كل إمكانيات قلت لك عادنا كل إمكانية متوفرة إن شاء الله ونفع النفايات وربما باب تجربة هذه أولا سنقيس المواطن يعني بأن الصاشي يخليها عنده الكيس هذاك عنده كما أشار الأخ حتى المواطن الرمي العشوائي هذا يضطر ما هذا كما قالك نحن ساطنا حادثة للصاشيات يقوم في زجاج حتى أول عامل ساعة أخذيناها للمستشفى بطب على بالي المنازل عندهم يعني خاردوات مثل الأهلات الكترومية منزلية كهرومنزلية كراسي مكسر لماذا تخلط نحن مختصين في بزرد المناجر لماذا تخلط وتحط ومبعدك حتى المهام تكون صعبة تكون صعبة في العديد يقوم بالمهمة نتاعه العاون هذا كي يجي يرفض في أكياس يعني منظمة محكمة مخصصة في الأماكن لها يقول يقوم بعميد فرز يعني يتفرز ينحي نحن كان مؤسسة مختصة مختصة في أسلط وهي محترمة مختصة يحطوا بعيدا عند النفايات يعني ونحن بل يسهلون إن شاء الله طيب سؤال موجه أيضا لك سيدي الفال سيد كاريم بوتلجة ربما سن قوانين رضعية تحمي هذا المحيط ربما هو العامل الأول الذي سيقوم وسيكون ربما كحل أساسي وجدري لهذه المشكلة مشكلة نظافة المحيط شكرا سيدي شوف قوانين مرش تخصنا قوانين يعني مزارة البيئة موارد البيئة عند هالقوانين سنت قوانين لا تطبق سيد كاريم أقول لك نعود إلى الجدر للمشكل لما كانت البلدية تسير في نفايات هي اللي ترفع عن نفايات رئيس البلدية هو مسؤول على نظافة وصحة المواطنين تعوش معروف في القوانين ولكن رئيس البلدية ما هوش اختصاصي في تسير نفايات ما هوش اختصاصي في تسير للإضاءة العمومية هو رئيس بلدية جاء عنده برامج تمنوية إلى غير ذلك ولكن الآن والمشكلة التي كانت تسمح لي المشكلة التي كان أنه البلدية كانت ناقص إمكانيات وعندها تسير ربما أقول عشوائي إلا أقول فوضاوي في تسير النفايات فلما نقول للمواطن خرج نفاياتك مثلا عتمين مساء ومن جيش يوم محتار ما هي البرامج التي تقوم بها فهذا ما أدى لأنه المواطن ديميسيوني دي سيزون جمال المواطن انسح من الواجبات انتوهم ولكن تتكلم معي يقول لك هم ما ماشي يجيوا أنا لازم نلقى حل روحي ولكن الآن الأمور اختلفت هنا مؤسسات مختصة رأي تحت وصاية رؤساء البلديات تحت رؤساء الولايات منتدبون تحت رؤساء وصاية سيد الولي والي ولاية العاصمة يعني دكاء مر الاحترافية الآن المواطن لما نقول لخرج نفاياتك في الوقت الفلاني ما علي غير يخرجها وكون هناك أرقام ألو نظافة راهي موجودة على مستوى الشاحنات رانحطينا بالنسبة لمؤسسة ستكسرانات أو مؤسسة نتكوم مؤسسة ستكسرانات نعطيك الرقم الهاتف أرون نظافة راهي موجودة شاحنات نتوعنا 065 02 25 55 رقم مفتوح 24 ساعة 7 أيام على 7 أيام ونتقبل كل الاتصالات للمواطنين على الثانية صباحا على الثالثة صباحا إذا كان فيه إشكال أن الشاحنة لم يمرت أو تأخرت ما على المواطن إليه يتصل نرى في الخدمة نحن نفايات نضيف إلى ذلك أنها فيه مدينة من مدن أوروبية رفع النفايات تندير ثلاث مرات في الأسبوع شي غريب عاصمة أوروبية ثلاث مرات إحنا إحنا مرتين إلى ثلاث مرات وما كفيناش لأنه هناك 15% من المواطنين اللي ما همش من ضبطين ما لا نقول لك أنه المشكلة اللي كان مع المواطن أنه البلديات لما كانت تسير النفايات سير عملية ترفع النفايات ما كانش عندها مخطط علمي تقنيات جديدة وسائل لازمة اختصاصيين في الميدان الآن مؤسسة كأكسترانات رحنا أكثر من 270 مهندس جامعي مختلف اختصاصات كل شرح علمي بنك معلومات تتبع يومي لكمية ترفع النفايات تتبع يومي حتى لزوبيغاسوني دارتهم الولايات الجزائر فيما يخص لغولوجمون يعني كانت البرمجة اندارت مقبل والحياء هذوك كانوا مزودين بالحاويات والشاحنة انفوا دخلوا السكان كانت شاحنة حضرة بالعمال يعني ندوك أولينا نسبقوا نسبقوا لزيفر احتردوا لزيفر ما طب ربما بسرعة فقط نظر لذيق الوقت فقط سيد كاريم بوتلجا ربما نعود إلى سؤالي ربما ربما المواطن الجزائري لما تموس جيبه ربما يعتدر هكذا قامت به هي خطة والاستراتيجية التي قامت بها الدول الأوروبية من أجل انقاص من هذه الكوارث الكوارث البيئية لماذا الجزائر لا تقوم بها هذا هو سؤال هذا وش رأنا أقول حاليا بدنا نمر لاحترافية بدأ المؤسسات رأي قايمة بالعمل نقدر نجوز للمواطن لأنه مع الأول كان المواطن يتحجج نعم ما همش يجيوا ما كاش الكاميون هو يومين ما جاش هو ثلثي يوم لما تروح لها عنده الحجة حتى الجمعيات ونحيي الجمعيات اللي رأي تقوم في عامل جبار نعم رأي يقوم في عامل جبار نشكر الجمعيات البيئية في مجال البيئة فلذلك الآن بدنا نمر لاحترافية إلا يتكلمنا على العاصمة ركاين مؤسسات مختصة في هذا الميدان فيها أرقام مفتوحة للاتصال في حال أي خلل يعني الآن الحجة رأي على المواطن القانون رأي واجد الآن ما على السلوات رأي عارفة وكتاش رأي تقوم بتطبيق القانون هذا وكتاش رأي تبدأ المواطن يخلص كريم بوثلجا رئيس دائرة الدراسات والتطوير وتكنولوجيات أنظمة الإعلام إكسترانات شكرا لك والشكر موصول أيضا للسيد نصر الدين متجي رئيس وحدة حسين داني مؤسسة نات كوم للنظافة شكرا لك وشكرا لكم